الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السابع من أبريل تطورات هامة وخطيرة القوات الروسية تتقدم وتسيطر على مناطق هامة جدا لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوت أي معلومة أيضا سأضيف لكم بعض المعلومات العسكرية حول بعض التشكيلات للقوات الروسية إضافة لكل ذلك هناك ضربات روسية سأعرض نتائجها لحضرتكم رجاء شاركوا الفيديو بأكبر قدر ممكن ورجاء لا تنسوا الانضمام من القناة سنبدأ مباشرة بقطاع أفديفكا حيث واصلت القوات الروسية تقدمها وسيطرت على هذه المنطقة ما بعد بلدة فوديان استطاعت الوحدات الروسية التقدم في هذه المنطقة كما تشاهدون في هذه المنطقة بلون الزهري تقدمت بعمق 975 مترا وبعرض تقريبي 515 مترا وسيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري طبعا هذه المنطقة هامة جدا تمكن القوات الروسية من الضغط بشكل إضافي على القوات الأوكرانية الموجودة فيما يتبقى من بيرفومايسكي طبعا سأعرض بعض المعلومات المتمثلة حول بيرفومايسكي لسيطرة القوات الروسية على بيرفومايسكي تحتاج القوات الروسية للسيطرة على كامل هذا الشارع ضمن هذا الخط البرتقالي كما تشاهدون بطول 1240 مترا وبالتالي القوات الروسية تحاول الضغط بكامل طاقتها على هذا الحي السكني انطلاقا من أدة اتجاهات وما توسع السيطرة في هذه المنطقة بات بإمكانها الضغط أكثر فأكثر أما فيما يتعلق بتقدم القوات الروسية هنا فباتت تبعد القوات الروسية عن أول المنازل في قرية نيتيلوفي هذه المنطقة الهمة جدا وللتعد عقدة إمداد هامة جدا للقوات الأوكرانية باتجاه أومانسكي وباتجاه كامل هذا الخط طبعا القوات الروسية تبعد عنها بشكل مباشر 559 مترا وبالتالي القوات الروسية بهذا التقدم توسع وتزيد من فرص تقدمها في المنطقة هنا وزيادة الضغط على القوات الأوكرانية طبعا حبائي طبعا لأشاق المعلومات العسكرية القوات الروسية تقاتل هنا بالفوج التاسع بحرية وكتيبة سوماليا المشهورة من قوات الشعبية للمنطقة هنا إضافة كتيبة ثماني سبارتا تقاتل في هذه الاتجاهات مع فوج السادس دبابات وبالتالي لذلك هذه المنطقة كانت تشهد في الأون الأخيرة ما يشبه تقدم بشكل مستمر دون توقف وطبعا هنا تأتي أهمية معرفة التشكيلات العسكرية على الأرض طبعا هي تشكيلات تقاتل منذ سنين عديدة قبل أن تتعرفوا إلى الحرب الأوكرانية الروسية منذ سنتين وبالتالي معارك عنيفة جدا تجري في هذه المنطقة تستعين القوات الروسية بمقاتلين من المنطقة هنا في محاولة لإدراكهم بالمنطقة وأهميتها وجغرافيتها وقدرتهم على المناولة بها بشكل أفضل أما فيما يتعلق باتجاه بيرديتشي وسامينيفكا فالقوات الروسية تواصل معاركها مع القوات الأوكرانية طبعا في هذه المنطقة اللواء طبعا الثلاثين يشارك اللواء 114 الروسي المعارك في داخل سامينيفكا كذلك اللواء 74 مع اللواء 137 الروسيين يقاتلان في منطقة بيرديتشي وبالتالي تضغط القوات الروسية بكامل أو بعدد كبير من تشكيلاتها في هذه المنطقة أيضا تم رفض هذه المنطقة بفوجين أرعيو 28 والفوج أرعيو 30 للمساندة في المناطق الخلفية من الجبعة وبالتالي تحاول القوات الروسية تعزيز هذه الجبعة والاستعداد لمرحلة ما بعد السقوط الخط الدفاعي الأول الذي شكلته القوات الأوكرانية في محيط قطاع أفضل ييفكا الممتد من بيرديتشي وصولا إلى تونينكي إذن معركة كبيرة تجري في هذه المنطقة إضافة لذلك معلومة إضافية لكم هناك الفوج الرميع والثلاثين تم رفضه بجبعة نوفومرخيليفكا لتعزيز القوات الروسية وأصبح لدينا نحو خمسة تشكيلات للكوات الروسية وستة تشكيلات تقاتل من أجل نوفومرخيليفكا في مسعى من القوات الروسية لحسم السيطرة على هذه المنطقة وطبعا هناك تذكير هذه التشكيلات تقاتل على امتداد كبير وطبعا ليست بقوة مئة بالمئة طبعا هذا أمر هام أمتمنى أن يكون واضحا لحضرتكم أما فيما يتعلق باتجاه شازيفيار ومنطقة بخمود وقبل أن نصل إليها حققت القوات الروسية تقدما كبيرا ومفاجئا وسريعا في شمال قطاع أفدييفكا استطاعت الوحدات الروسية التقدم في هذه المنطقة بعمق 1.7 كيلومترات وبعرض 1.3 كيلومترات أما في هذه المنطقة هنا تقدمت بعمق 525 مترا القوات الروسية استطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري وفاجعت الجميع بتقدمها وبسيطرتها هنا ووصلت يمكن كول إلى نوفو كالينوفي إلى المنازل الأولى في هذه المنطقة من هذا الاتجاه وبالتالي تدور معارك عنيفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية طبعا في الأولى الأخيرة خسرت القوات الروسية جزءا من المنطقة هنا وطبعا استعادت الكوات الأوكرانية بعض المواقع وبالتالي هذا التقدم كان مفاجئا للقوات الأوكرانية طبعا ذكرت لكم سابقا هناك عمل مدفعي وقصف صاروخي عنيف على كامل هذه المنطقة تحديدا لذلك هل سنشهد معارك وتقدم روسيا على طول هذا الطريق وفي المنطقة المحيطة لا أعلم ولكن الوقت سيكشر ذلك لذلك أشد على ضرورة متابعة الفيديوهات جميعا دون انقطاع صباحا ومساءا وغيرها أما فيما يتعلق باتجاه باخموت فكما قلت لكم هناك تقدم للقوات الروسية في محيط المدينة في اتجاه بودانيفكا استطاعت الوحدات الروسية تقدم في هاتين المساحتين باللون الزهري كما تشاهدون بداية في هذه المنطقة الشمالية البلدة استطاعت الكوات الروسية تقدم بعمق 920 مترا وبعرض 575 مترا الكوات اللواء مئتين الروسي هي من تعمل في هذه المنطقة إضافة إلى شركة عسكرية روسية خاصة تساندها إضافة لذلك استطاعت الكوات الروسية تقدم هنا إلى جانب هذا الطريق الذي تحدثت عنه بالأمس الكوات الروسية تقدمت بعمق 255 مترا وبانتداد 660 مترا وسيطرت على هذه المنطقة تقاتل في هذه المنطقة قوات اللواء 56 الكتيبتين الأولى والكتيبة 21 وتحاول التمركز في هذه المنطقة إضافة تحاول التمركز عند هذا المرتفع وبالتالي الكوات الأوكرانية تحاول الصمود في هذه المنطقة بوجه الهجمات الروسية في محاولة منها لمنع السقوط كامل بودانيفكا بيد القوات الروسية ومنع القوات الروسية من مباشرة عملية عسكرية باتجاه كالينينا لذلك تستمر المعارك بشدة في هذه المنطقة أيضا كان هناك ضربات عنيفة جدا بقنابل فاب 500 بأحد المواقع في شازيفيار استهدفت مواقع اللواء 93 في المنطقة هنا إضافة لذلك تستمر المواجهات داخل الضاحة الشرقية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تحاول قوات الفرقة 98 الروسية والفوج الحادي عشر الروسي الاشتباك مع قوات اللواء 23 و 42 في هذه المنطقة اشتباكات عنيفة تدور في مسعى من القوات الروسية للسيطرة على المزيد والقوات الأوكرانية تحاول التصدي واستعادة بعض المواقع أيضا معلومة إضافية لكم القوات الأوكرانية وردت أنها ترسل فوجا من أزوف من منطقة إيزيوم في خاركيف باتجاه شازيفيار لعله يساند القوات الأوكرانية الموجودة هنا فهل سيلقى مصير القوات الأوكرانية التي تم إرسالها إلى فديفكا هذا ما سننتظره وهذا ما سيكشف الوقت كما أقول لكم دوما أما في مطالك باتجاهك لشيفكا فالمعارك مستمرة دون أي تغييرات في خريطة السيطرة طبعا أحبائي هنا تشاهدون أحيانا بعض المواقع أو بعض التشكيلات العسكرية مثلا اللواء 241 الموجود هنا يضم عددا كبيرا من الكتائب وبالتالي هو ليس لواءا صغيرا إضافة إلى ذلك كما تشاهدون في هذه المنطقة يوجد هنا ما يسمى اللواء ليوت أيضا يضم الكثير من الأفواج والكتائب العسكرية إضافة لكل ذلك ضربة للقوات الروسية باتجاه أحد طبعا مراكز المحطات الجهرباء في اتجاه خاركيف تم تدمير جزة تمعطاب منها يعني عدد من محولاتها وغيرها من الأمور محطة نوسفون فرعية 330 كيلو فولت تم استهدافه وبالتالي يزداد الضغط لربما إخراج السكان من خاركيف لتسهيل العملية العسكرية فوجود المدني في المنطقة يصعب العمليات العسكرية نتيجة يمكن قول احتماع بهم من قبل القوات الأوكرانية كذلك تتقوم القوات الأوكرانية معانية استهداف كبيرة للقوات أو للمدن الروسية في اتجاه بلغوراد وكورسك وغيرها من المناطق أحباه هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوافقكم به طبعا لا تنسوا الانضمام من القناة لا تنسوا دعوة أصدقائكم رجاها دوما فعلوا جرس التنبيهات أو جرس الإنذار ليصلكم كل جديد وأهم خطوة في هذا الأمر الدعم المادي لهذه القناة القناة المستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو أو يمكنكم سؤالي بالتعليقات حول كيفية دعم هذه القناة ماديا لتستمر لأنكم جزء منها شكرا لكم أحبائي على وقتكم الثمين وإلى اللقاء